اهلا بكم في برنامج ولنا وقفة نناقش اليوم في وقفتنا توصيات القمتين الخليجية والعربية المنعقدتين في مكة المكرمة بتأكيد رفضها التدخلات الإيرانية في المنطقة وتدعيم القدرات لردعها وموقف طيران من بياني القمتين لماذا فشلت القمتين في اعتماد موقف موحد ضد ما وصفته بالعدوان الإيراني في المنطقة وهل تشكل إيران خطرا داهما فعلا على أمن المنطقة العربية واستقرارها اشتركوا في القناة ما جدوى عقاد مثل هذه القمم خاصة أن توصيات القمم السابقة نادرا ما يتم تنفيذها وما السبول الكفيلة الواجب اتخاذها لتجنب التصعيد وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل التوتر الأمريكي الإيراني وكيف يمكننا قراءة تجديد إيران مقترحها بتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج وإزالة سوء فهم مع دول لم تسميها سنحول الإجابة على هذه الأسئلة وأسئلة أخرى مع ضيوفي من تهران رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية السيد فادي السيد ومن الكويت الإعلامي والباحث السياسي مساعد لعنزي كما يشاركنا الحوار من أنقراء الباحث السياسي التركي جاهد توز مشاهدينا نبدأ النقاش لكن بعد هذا التقرير عنوان عريض خطت تحته للقمتان الخليجية والعربية بيانهما الختامي لا للتدخلات الإيرانية في المنطقة وهو ما أجمع القادة العرب عليه تقريبا في قمتهم الطارئة في مكة حيث شدد القادة المجتمعون على إدانة الهجمات الحوثية ضد السعودية وما وصف باحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاثة إننا نجتمع اليوم لبحث ما نواجهه من تحديات استثنائية تهدد الأمن العربي والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وكذلك نريد التجارة العالمية واستقرار الأقتصاد العالمي لكن العراق سجل اعتراضا على صيغة البيان الختامي الذي هاجم إيران فيما بدت لهجته مع طهران أقل حدة قياسا بالجو العام للقمة إن جمهورية إيران الإسلامية هي دولة مسلمة جارة للعراق والعرب ويقينا لا نتمنى أن يتعرض أمنها إلى الاستهداف حيث تربطنا وإياها 1400 كم من الحدود ووشائج علاقات متعددة ويقينا أن أمن واستقرار دولة إسلامية جارة هو من متبنيات ومصلحة الدول العربية والإسلامية من جهتها اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية السعودية بإثارة الخلافات في المنطقة مستنكرة انضمام الرياض إلى واشنطن وتل أبيب لحشد الرأي العام في المنطقة ضد طهران وهنا يطرح السؤال هل انعقاد مثل هذه القمم سيحقق فعلا طموحات العمل العربي المشترك من أجل بناء موقف تضامني موحد يضمن لدول القمتين الاستقرار ويجابه التهديدات الإقليمية وما جدوى انعقاد مثل هذه القمم وخاصة أن توصيات القمم السابقة نادرا ما يتم تنفيذها ربيع الصعوب لبرنامج ولنا وقف تيارتي عربي أهلنا بكم من جديد نبدأ النقاش مباشرة من تهران وسيد فادي السيد سيد فادي البيان الختامي للقمة العربية دان إطلاق صواريخ إيرانية الصنع على دول الخليج واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث وندد أيضا بالتدخل الإيراني في دول الجوار وفي الأزمات مثل الأزمة السورية وتدخل في البحرين وأكد التمسك بقرارات القمم العربية السابقة ما تعليقك على هذا البيان؟ في البداية تحية طيبة لك والمشاهدين الكرام ولضيوفك الكرام أنا أرى بأن هذا البيان هو بيان إسرائيلي ولكن بلهجة عربية لأن اليوم كافة التفاصيل التي تناولها هذا البيان هي محض افتراء على الجمهورية الإسلامية وليس لها أي علاقة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد وإذا كنا نريد أن نشخص الموضوع أكثر بالنسبة إلى إطلاق الصواريخ من قبل حركة أنصار الله على السعودية هذا حق طبيعي للعدوان السعودي الغاشم على الشعب اليمني والذي مد عمره إلى أكثر من خمس سنوات والجرائم التي ارتكبها السعودي في اليمن هي كما وصفتها الأمم المتحدة ترقى إلى جرائم حارب ما علاقة الجمهورية الإسلامية في هذا الموضوع الجمهورية الإسلامية ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد وإذا كنا نريد أكثر أن نتحدث نقول بأن اليوم لو كانت السعودية تريد أن تمنع وقف الصواريخ على رؤوسها يجب أن توقف العدوان السعودي الغاشم على الشعب اليمني توقف حركة أنصار الله جهار النهار قالت هذا الموضوع لأكثر من مرة ولأمئات المرات بأن الإطلاق الصواريخ وتصعيد العمليات الأمنية والعسكرية لدى حركة أنصار الله هي تأتي ردا على الجرائم التي ترتكبها أو يرتكبها العدوان السعودي على اليمن وهذا التحالف على رأس الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة إلى الجزر في الإمارات هذه الجزر يجب على الإمارات أن تذهب إلى الأمم المتحدة وتحل هذا الخصام مع الجمهورية الإسلامية في أروقة الأمم المتحدة التي تعترف بأن هذه الجزر هي عائدة لإيران وليست للإمارات أما بالنسبة إلى قضية التدخلات الإيرانية في دول مجلس التعاون هذه الشماعة تريد السعودية أن تستخدمها ومطية من أجل أن تحشد الرأي العام العربي والإسلامي ضد الجمهورية الإسلامية ولتحرف الصراع العربي الإسلامي ضد الإسرائيلي إلى سعود إمارات إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية وهذا بعدهم لأن اليوم الإرادة الشعبية في دول العربية والإسلامية هي من تريد وهي من تعلم عين اليقين بأن هذه افتراءات واتهامات وهي تأتي معلبة من قبل الأمريكي والصهيوني قبل السعودي واليوم وضع نفسه السعودي إلى جانب الإسرائيلي في حلف إلى جانب إسرائيل وإلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية هو شأنه ولكن نقول له من قناتكم الكريمة أي عدوان وأي عدوان أمريكي على الجمهورية الإسلامية ستدفع ثمنه السعودية قبل غيرها سنتحدث قول هذا الموضوع الإسرائيل قبل غيرها وستعجل في زوال الاحتلال الإسرائيلي بأي عدوان لأن اليوم الجمهورية الإسلامية عندما تتحدث تفعل وكل ما تقوله هي تدعم الشعوب العربية ضد الاستعمار وضد كما فعلت في سوريا وكما فعلت في العراق وكذلك الأمر تقف إلى جانب الشعب البحريني لأنه قضية محقة للشعب البحريني وتقف إلى جانب الشعب اليمني الذي اليوم يذبح على ملحمة التاريخ أمام مرأة وصمت من قبل الدول العالم نعم أذهب إلى السيد مساعد لعنزي من الكويت أهلا بك سيد مساعد بداية ما تعليقك على كلام السيد فادي سلام فيك وأريد أن أعرف منك أيضا لماذا لم تنجح القمم العربية والخليجية في مكة بتشكيل ناتو عربي أو موقف عربي موحد ضد إيران طيب خلينا الآن الإجابة لها شقين وأتمنى تعطيني الوقت المناسب للإجابة أولا بالنسبة لجوابك ومستعليك قبل هذا ومستعلي السادة المشاهدين وضيوفك الكرام بالنسبة لجوابك نجحت القمم الخليجية بالتأكيد بدليل درع الجزيرة ومشاركته في عملية إنقاذ البحرين دعني أسميها من السقوط بأحضان إيران أيضا نجحت قوات درع الجزيرة وشاركت في عملية تحرير الكويت كل هذا يعتبر نجاح لمجلس تعامل الخليجي إن اختزلناه في الشق العسكري لكن إن توسعنا في القطاع الأمني والقطاع الاقتصادي وهذا كل الدول تتمنى أن تنظم إلى منظمة مجلس تعامل الخليجي أما فيما يخص الإجابة على ضيفك الكريم من إيران أعتقد قال أن إيران لا تدعم وجعل إيران بريئة ومن خلال إجاباته هو أدان إيران عندما قال أن إيران أولا توقف مع جانب الشعب البحريني أن إيران تقف مع جانب الشعب اليمني أن إيران تقف مع جانب الشعوب العربية في سوريا ماذا فعلت إيران في سوريا غير المجازر أطلقت صواريخ باليستية من إيران إلى دير الزور وغيرها من المناطق كل هذا يدل على إرهاب وعربة إيرانية لكن ضيفك الكريم يحاول تجيء يعتبر هذه من أنواع من نوع البطولات أو نوع من أنواع الشعارات الثورة الإيرانية كما تنادي عليها نحن لسنا ضد طائفة ولسنا ضد يعني الموضوع ما أخذ عملية طائفية لكن لنأخذ الموضوع استراتيجية طيب أستاذ مساعد أنا أتحدث أنا أتحدث عن القمة العربية والخليجية الأخيرة في مكة المكرمة على عيني التدخلات الإيرانية أنا مستعدة عدلك التدخلات الإيرانية في المنطقة الخليجية من سنة من بداية صعود الثورة الإيرانية إلى هذه اللحظة آخرها خلية العبدالي في الكويت ماذا تريد خلية العبدالي هي تابعة لحزب الله ماذا تريد إيران من الكويت أليست على علاقات ودية ماذا تريد من البحرين تفجير الخبر وأحمد المغسل الإرهابي ماذا تريد بدعم أسامة بن لادن وأبن أسامة بن لادن الذي الآن في طهران كل هذا لا تعتبر إيران داعمة للأرهاب هذه نقاط كاملة بالنسبة للشق الإيراني أما فيما يخص القمة العربية القمة العربية أخذت خمس إدانات اليوم مع عدد اثنين من التأكيدات بالإضافة إلى عدد واحد تنديد دعنا نسميه يعني نحن نأخذها من حصلة أرقام كل هذه الإدانات نعم القمة العربية القمة العربية لما تسأل أهل الكويت تحديدا أهل الكويت عانوا من القمة العربية سنة التسعين عندما وقفت بعض الدول العربية ضد تحرير الكويت لذلك نحن بالنهاية لا يهم بالنسبة لي أنا بيان القمة العربية بالمعارضة العراقية لأنني أنا متوقع الآن أيضا قوة سياسية في لبنان ستعارض الموقف الرسمي اللبناني لذلك هناك عملية توازن قوة في المنطقة العربية لكن سيد مساعد هذه القمم التي دعا لها الملك العاهل السعودي دعا لهذه القمم بشكل طارئ ومن المفترض أن القمم الطارئة دائما تحمل تحركات طارئة وتحركات سريعة بعد هذه القمة هذه القمم لم تخرج إلا بتنديد وبتوعد وبتعهد وما إلى ذلك مثل القمم السابقة لم يكن هناك تحرك فعلي أو دعوة لتحرك فعلي على الأرض نحن نتحدث عن معطيات اليوم اليوم هناك صراع بين الولايات المتحدة وإيران وتحاول الدول العربية اليوم النائب نفسها شكلا وليس مضمونا من هذا الصراع لأن بالنهاية نحن من مصرحتنا أولا للحفاظ على الشعب الإيراني وهذا ما نوه فيه خادم الحرمين الشريفين وقال أيضا نحافظ على مصرحة الشعب الإيراني ونتمنى السلام للمنطقة بشكل عام لأن بالنهاية من هم الضحايا ضحاياهم الشعوب وليست القيادات لنأخذ الأمور بشفافية أكثر سيد جاهد طوز بالعكس القيادات الخليجية تحاول الحفاظ على المصرح العام سأتحول لسيد جاهد طوز سأوزع نقاش سيد جاهد لماذا يجتمع العرب ودول الإسلامية لبحث الخطر الإيراني دون غيره؟ هل إيران هي الخطر الوحيد على دول الشرق الأوسط أو الخطر الوحيد في المنطقة؟ أخ الكريم بداية أود أن أقول طبعا هذا الاجتماع أو هذه قمة مجرد اجتماع بين الرؤساء الدول الخليج وليس الاجتماع لخروج قرارات وتنفيذ هذه القرارات وسابقا هناك تجارب واجتماعات كثيرة شهدناها لم تخرج أي نتيجة ملموسة وأي نتيجة نقول إيجابية للشعوب في المنطقة وحتى للدول الخليج مع الأسف الشديد أنا أعتبر هذه قمة أخ الكريم هي مجرد مسك مهم وترك أهم اليوم في المنطقتنا هناك ملفات كبيرة أهم من ملف الإيران أو تهديد مما يسمى تهديد إيران على المنطقة الاستراتيجية أو السياسات التي ستتابعها إيران منذ اندلاع الثورة الإيرانية إلى يومنا هذا واضح في المنطقة وواضح أن هناك استراتيجية تصدير الثورة الإيرانية في المنطقة وهذا كالدولة ممكن أن يكون لها استراتيجية قبل ذلك ولكن النقطة الرئيسية اليوم في المنطقة لابد جميع الدول تركز على هذه النقطة وهي ملف صفقة القرن ولابد أن يكون اجتماعات مثل هذه حول هذه قضية لأن قضية فلسطين وقضية قدس من قضايا الرئيسية لدى الجميع الأمة الإسلامية كلها ليس عند العالم العربي ولكن للأسف الشديد قبل أيام قليلة ترامب في يابان صرح تصريح قال أننا لسنا ضد إيران ولا نريد تغيير نظام في إيران صحيح وفقط اللي نريد من إيران هو فقط عدم الاستخدام أو عدم أن نكون صاحب الأسلحة النووية فالإيران يعني ترامب هو اللي يرصر هذا التصريح وبعد هذا التصريح أيام فقط يتم قمة في قمة طارئة طبعا هذه النقطة أيضا مهمة ليس قمة عادية قمة طارئة في مكة المكرمة وإعلان بمعنى الكلمة حرب ضد إيران فهذا ليس منطقية ولا يقنى أي طرف من الأطراف أخرى والنقطة الثانية على المستوى الأقليم كما قلت هناك لابد أن يكون موقف الدول الخليج أو الدول في المنطقة تيجاه ملف سوريا ملف يمن وملفات كبيرة وملف الليبيا أيضا يعني هناك ملفات كبيرة أنا برأيي هذه ملفات كل أهم من ملف إيران ولبود أيضا هذه الدول كلها تبحث عن كيفية جرح إيران أن تكون جانب هذه الدول أيضا لأن في نهاية إيران جزء من هذه المنطقة ومن دول رئيسية في هذه المنطقة نقطة الأخيرة هناك كثير من المعلومات تقول أن هذه قمة جاء بالطلب من ولاية المتحدة أمريكية وإسرائيل إذا هذه صحيحة إذا اجتماع هذه فاشلة وعارعة ولا يوجد أي تأكيد من مصادر رسمية حول هذا الموضوع طبعا لكن اسمح لي سيد صحيح ولكن أخي الكريم قبل يومين زيارة جون بالتن قبل يومين فقط إلى إمارات أنا أعتقد مهمة لماذا في هذه توقيت وأيضا زيارة كوشنر إلى كل من الأردن والمغرب والإسرائيل نعم وهذه الزيارات لكن هذه الزيارات من الممكن أنها قبل اجتماع ومؤتمر المنامة اسمح لي أن أذهب مرة أخرى للسيد فادي من تهران سيد فادي أريد أن أسمع منك عن مدى جدية تهران في المقترح الأخير الذي قدمته وهو المقترح القاضي بعدم الاعتداء على دول المنطقة ما مدى جدية إيران في ذلك فعلا هي جدية بهذا الموضوع وفي بعض الدول بمجلس التعاون هي رحبت بهذا المقترح وهي تعمل على هذا شيء ولكن أنا أحترم كلام ضيفك من أنقرة وبعض دول مجلس التعاون منها عمان والكويت وقطر فمن هنا أقول لك بكل صراحة بأن الكلام الذي تحدث به ضيفك من أنقرة هو عين الصواب وعين اليقين ولكن للأسف عندما يتحدث ضيفك الآخر من الكويت ويتعامل بهذه الطريقة مع الجمهورية الإسلامية وهي دولة إسلامية هذا معيب وللأسف يعني ليتحدث عن إيران ويعدد الصواريخ التي أطلقت على سوريا ولم يأتي على لسانه أي من الإدانة للجماعات التكفرية والإرهابية التي عاثت في أرض سوريا فسادا وكذلك الأمر العطف الذي كان يكشفه لنا لماذا لا يكشفه إلى الشعب اليمني ويكون حريص على الشعب اليمني المسلم الذي يزبح بالطيران السعودي على مرأة ومسمع جهارا نهارا من العالم أجمع وعلى مرأة ومسمع منه هو كذلك الأمر لماذا لا يقف؟ ألم يكن هذا الشعب العربي المسلم اليمني هو مستضعف؟ ألم تكن هذه القمة التي كما تحدث ضيفك من أنقرة وقال بأنها إعلان حرب على الجمهورية الإسلامية ما الذي يعلن الحرب على الجمهورية الإسلامية؟ هل الجمهورية الإسلامية هي المعتدية؟ منذ انطلاق الثورة الإسلامية؟ ألم تشن الدول العربية حربا ضروص على الجمهورية الإسلامية على مدى ثمانية أعوام وهي تدك الشعب اليمني الإيراني وتضرب الشعب المسلم في إيران؟ لماذا؟ لأن هناك ثورة انطلقت في الجمهورية الإسلامية ضد شرطي المنطقة وهو عميل للولايات المتحدة الأمريكية وهؤلاء العرب كانوا خدموا بشكل سريع اسمح لهذا يقول لماذا إيران تحديدا في دول الشرق الأوسط ودول المنطقة بعد هذا البيان الختامي للقمة هل السياسة الخارجية الإيرانية فاشلة لماذا لم تنجح إيران في كسبد وصداقة دول الجوار ودول المنطقة هذه الدول اجتمعت ليس لها علاقة الموضوع الفشل الفشل ليس له علاقة وإنما اليوم المراد السؤال الآخر الأهم من سؤالكم الكريم لماذا الآن عقدت هذه القمم العربية والإسلامية والخليج الفارسية في مكة المكرمة بالتحديد لماذا وعلى مقربة بالتزامن مع قمة أخرى ستعقد بعد فترة زمنية في البحرين لماذا ألم يكبر البعبع الإيراني ليطمئن الأمريكي من أجل عقد صفقة ترامب في البحرين في المؤتمر الجديد الذي سيقض في البحرين لتمرير صفقة ترامب كيف ستمرر صفقة ترامب وهو لا محمد بن سلمان ولي العهد هو عن رابط هذه الصفقة ويريد أن يمررها ويطمس قضية فلسطين ويمحي عن بكرة أبيها من أجل أن يمرر صفقة ترامب هل أتوا على ذكر قضية فلسطين وهي أم القضايا والمذابح التي اليوم ترتكبها ويرتكبها الاحتلال سأوجه هذه الأسئلة إلى سيد مساعد لعنزي من الكويت اسمح لي أستاذ فادي سيد مساعد سمعت ما قاله الأستاذ فادي تعليقا على سؤال أريد أن أسألك أيضا لماذا أتت هذه القمة في هذا التوقيت والبيان الختامي لهذه القمة ركز على ضرورة الرد على التدخلات الإيرانية بينما هناك العديد من الأحداث الجسام التي تمر في المنطقة العربية في هذا الوقت تحديدا تمام أولا هناك في معرض كان عندما تنزل الوفود الرسمية إلى مطار جدة كان هناك معرض اسمه حقائق في دقائق وكان هناك مجسمات لصواريخ صناعة إيرانية من الذي شحناها لهم كنا نتمنى إيران أن تتدخر في المنطقة وأن تبني ناطحات سحاب وأن تبني جامعات وكليات كنا نتمنى أن تأتي إيران هنا أن نتعاون معها في البحث العلمي والبحث الطبي لكن وجدنا من إيران بعض التصريحات المسؤولين الإيرانيين يقول هذا العاصمة الرابعة التي احتليناها فهل هذا يسميها ضيفك من طهران يتحدث على أن العرب هذا هو مسؤول إيراني يقول أننا اليوم نحتل أربع عواصم فكيف غدا يعني ويريدون العاصمة الخامسة من هو المسؤول الإيراني ويقول هذا ولا يوجد تدخرات إيرانية كل هذا ليس صحيح هذا الكلام هذا الكلام لا رجاني وعلي لا رجاني وعلي لا رجاني ولو كان أي مسؤول يتحدث عن هذا شيء قلت صحيح ولكن هذا الكلام اسمح لي أستاذ فادي الكلام لك أستاذ مساعد أسمح لي أنا ما قاطعتك أنا ما قاطعتك أيضا لا رجاني عندما قال سقوط بشار الأسد يعني سقوط الكويت تصريح رسمي أيضا كان له هذا يدل على أيضا تدخلات إيرانية كبيرة كل هذه التدخلات ويأتي من في إيران ويقول لك أن إيران لا تتدخل يا سيدي العزيز إيران اخترعت نظرية تحرير الطريق إلى القدس وراح تفجرت في الأرجنتين في بيونس آيرس فهل القدس تقع بقرب من الأرجنتين يعني هل اليوم القدس تقع في بنما مثلا أيضا إيران تحدى حزب الله متهم الآن في تفجير حافلة في بلغاريا هل طريق القدس أيضا يمر من صوفيا لذلك يعني خلونا من الدعايات الكاذبة إيران تمارس إرهاب دولي طيب سيد مساعد سيد مساعد لماذا لم تبحث القمم العربية في مكة المكرمة مسألة صفقة القرن أليست هذه القضية الأولى كما ردد دائما في القمم العربية للعالم العربي والإسلامي قضية فلسطين صحيح أولا قضية فلسطين كان في البيان السعودي البيان السعودي كان واضحا من ناحية القضية الفلسطينية والقمة الخليجية بشكل عام دائما ما تتحدث عن فلسطين وأيضا الجامعة العربية لذلك أنا بالنسبة لي كخليجي أنا أريد أن أحصرها هنا النقطة أنه دائما القمة الخليجية لها فعالية أكثر من جامعة الدول العربية ماشي وأن الجامعة الدول العربية وإن كانت بعض قراراتها أو مجمل قراراتها الكل ينظر إلى أنها إدانة واستنكار واستهجان وغيرها من الكلمات الدبلوماسية إلا أنها تبقى هذه الإدانات والاستنكارات مهمة أولا اليوم استطاع الخليج تحييد إيران اقتصاديا بالتعاون مع الولايات المتحدة وهذا ما أكد أيضا حتى بيان من الاستعاون الخليجي في التنسيق مع الولايات المتحدة استطاع الدول الخليج تنحية إيران اقتصاديا واليوم تسعى دول الخليج إلى تنحية إيران سياسية إيران الآن في عزلة إيران دخلت السفارات طيب إحنا معلنا دخلت السفارات الأوروبية والسفارة الأمريكية وصلت الصورة دهما الوقت أنا أعتذر لهذه المقاطعة من الكويت الإعلامي والبحث السياسي مساعد لاعنيزي ومن تهران رئيس مركز الألومة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية السيد فادي السيد ومن أنقرة البحث السياسي التركي الأستاذ جاهد طوز شكرا جزيلا لكم جميعا والشكر موصول لكم مشاهدين وإلى لقاء جديد في ولنا وقفة ترجمة نانسي قنقر